اشتركوا في القناة في كل وسائل النقل العالمية في نقل البضاء فالحقيقة ظهرت جليا أهمية توطين الصناعة والحقيقة ده ملف احنا كلمنا فيه قبل كده من خلال حلقات البرنامج والحقيقة الدولة بتبذل جهود كبيرة جدا لأجل توطين الصناعة في مصر فما معنى توطين الصناعة وحول هذا الموضوع صديقي المشاهد هيدور حوارنا النهاردة هنطلع فاصل سريع نشوف تقرير حلقتنا النهاردة ونرجع نبدأ اللقاء استراتيجية تعميق التصنيع تساهم في تقليل الاستيراد ومن ثم الحد من الاعتماد على الخارج ليس فقط بالنسبة للمكونات المادية من خامات ومعدات وقطع غيار بل المكونات غير المادية أو غير الملموسة المتمثلة في تقنيات الانتاج وتقليل التصنيع إن الأمر يتطلب بالضرورة رسم السياسات المناسبة لنقل التكنولوجيا وتوطينها ومواكبتها للصياق أو المناخ الصناعي المصري وأحيانا تحديثها وذلك من خلال مراكز البحث والتطوير ومبادرات الابتكار والتطوير التكنولوجي ومن الضروري اعتماد سياسات بديلة تسعى إلى تفعيل دور مراكز البحث العلمي والابتكار من أجل تعميق التصنيع في مصر رجعنا لكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين شفنا مع بعض تقرير حلقاتنا النهاردة ويعني الحياة النهاردة منورنا ومشرفنا في ستوديو الاقتصاد والناس سيادة النائب مصطفى بدران عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصناعة بالبرلمان المصري أهلا بحياتك أهلا بحياتك طيب يعني ملف الصناعة ملف الحياة شائك وبنتكلم فيه منذ فترة طويلة يعني هل إحنا في الوقت الحالي بعد الأزامي حياتك كنتم موجود معنا وإحنا بنكلم في مقدمة البرنامج وإحنا فعلا العالم كله بيمر بأزامات اقتصادية شديدة للغاية في الوقت الحالي هل مصر لا يوجد لديها بدائل إلا توطين الصناعة فيها؟ بالتأكيد الصناعة تمثل قطرة الاقتصاد والتنمية الاقتصادية لأننا في الصناعة يعني الدولة المصرية تمتلك مقاومات قوية جدا في الصناعة رقم واحد موقعها الجغراف المتميز رقم اتنين القوة البشرية والعامل عنصر البشري متوفر يعني اليادي العملة يعني آه وأعلى ما أعتقد أن أسعارها معقولة جدا يعني ومناخها مناسب في الأسعار لأن الدولة المصرية يعني نسبة للمخفاض قيمة الجنيه وفي نفس الوقت في قوة بشرية قوية وموقعها المتميز وأرضها فيها خيارات كثيرة جدا ولا بد من الصناعة هي الملازل آمن في الدولة حالية صحيح طيب إحنا طيب ليه إحنا يعني لازم يعني نبتدي بحاجة ننهض بهذه الصناعة هل من وجهة نظر حاجك هل إحنا دولة اقتصادها بيعتمد على الصناعة بشكل أساسي ولا بيعتمد على اقتصاد نقول متلون ومتغير ومتنوع وده شيء جيد يعني إنما هل الصناعة بتمثل قد إيه من اقتصاد القوية لا حاليا تمثل يعني شيء بسيط ما يقرب من 17% ولا حاجة جدا ونسبة ضعيفة جدا صحيح صحيح هل تليت بمقاومات مصر زي أنا حاجة كنت لا لا طبعا ما فيش تناسب صحيح ما فيش تناسب خالص صحيح يعني إحنا حتى لو نظرنا في التعدين هتبص تلقى نصف المية من الناتج القومي في حين إن الدولة المصرية مليئة غنية غنية جدا في بطنها في بطن أرضها تمام فالمشكلة عندنا إيه الأزمة طيب؟ إيه في مشكلة في هذا؟ الأزمة حضرتك تبدأ من رقم واحد لابد من أن التنمية الصناعية ترسم خريطة للدولة المصرية يعني أنا لازم يكون عندي سياسة واضحة أقامش عليها غط مستراك واضح من قبل الدولة إن أنا كمستثمر يقودني تقودني الدولة مش أنا يقود الدولة أنا الدولة اللي تقودني مش أنا اللي تقود الدولة تمام وده بيحصل في دول كتير إزاي؟ يعني انطبقها انطبقها إزاي؟ انطبقها إزاي؟ لابد من أن تكون التنمية المين المنوط لها بالصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية ده المفروض لرقم واحد لابد أن تكون هناك خريطة صناعية للدولة المصرية على مستوى جمهورية مصر العربية بمعنى يعني إيه خريطة خريطة آه خريطة أنا إيه اللي يلزامني؟ إيه اللي يلزامني؟ يعني أنا كم 27 محافظة أو 28 محافظة إن أنا لابد إن أنا أقول اللي ينفع هنا منفعش هنا صحيح يعني أنا لو أخذنا الدول الكبرى الصناعية بتلقاش يعني مثلا تلقى مثلا قطع غيار السيارات في ولاية في مدينة معينة قطع الكهرابة تلقى في مدينة معينة قطع الأخشائب تلقى في مدينة معينة إلكترونيات في مدينة معينة طيب إحنا هنا إحنا المسألة عشوائيات والنقطة التانية في العشوائيات دي عشوائيات من اتجاه دي دي اتجاه آخر نلقى مثلا عدد كبير جدا من الوزرات متداخلة مع وزارة الصناعة زي مثلا الكهرباء التنمية المحلية البترول حاجات كتير جدا خدمية أو متداخلة طيب ليه إحنا من ريحش المستثمر ونضع ليه يكون يتعامل مع جهة واحدة اللي هي صاحبة الولاية اللي هي مين في مصر المفروض بقى الهيئة اللي عمل التنمية الصناعية مازالت هي مازالت ولكن أنا كمستثمر يدي مستثمر يتعامل مع الكهرباء يلجأ فيه 15 جهة بالطلبة يا ربي هل إحنا مش اتجاهنا إلى مدى الشباك الواحد ومحول التشفير اتجاهنا وعدد كبير من التشراعات الصناعية لم تنفذ حتى الآن يعني موجودة التشراعات مجدودة التشراعات يعني ما فيس مشكلة فيها تشراعات وتفعيل الشباك الواحد موجود ولسه واللائحة تنفيذية أول أمس أول أمس الأسبوع الماضي تم رئيس الأستاذ محمد عبد الكريم رئيس العامة للتنمية الصناعية اعتمد مكاتب الاستشارية حتى لتبسيط الإجراءات أمام المستثمر لسه احنا بدأنا ده كويس خطوة جيدة يعني يعني عشان يعمل الإجراءات دي بتاخد سنة واثنين لكن هو لو راحل ليه مكاتب استشارية طبعا المكاتب استشارية بتسي بتيسر دي الإجراءات ويكون هو يعني فاهم هل دي بيبقى فيها تكلفة زيادة على المستثمر لا لا يا فاهم هي التكلفة الزيادة أفضل وخف ضررا من أننا أقعد سنتين ثلاثة من اللخبطة من اللخبطة صحيح يعني أفضل بكتير سنين المشكلة التانية في الدولة المصرية إن احنا ما عندناش ربط ما بين التعليم وسوق العمل وسوق العمل دي مشكلة كبرة دي مشكلة كبرة مشكلة أزلية هل بدأ يعني مؤخرا لا يا فاندم لس لس يعني كليات لسه ما تخرجش 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 بانها دوحاني ولكن مفيش ربط أنا عايز أعمل ربط ما بين التعليم الفني والتعليم العلي بارتبطهم هما الاتنين بيزوق العمل أنا اللي بانا أطلع منتج منتج المنتج ده يتم تسويقه سواء داخل البلاد أو خرج البلاد صحيح أنا الشاب المصري يعني يدي يتعلم عند نسبة البطالة عالية ويدي النهاردة أي واحد مستثمر عايز مهن معينة بمبلغاش ولذلك يلجأ إن هو إيه يلجأ للاستراد المهنة استراد العمالة العمالة منبرة أنا بدي بخطة هو القانون في نسبة محددة للعمالة الواردة من الخارج ولا لكل مستثمر يعني لا لا متاح يعني هو مش بنسب حتى المستثمر بيحاول بقدر الإمكان يمشي أموره بأي شكل كان صحيح طب معلش أسأل حاجة سؤال في نقطة في نقطة العمالة وتدريب العمالة وربط بذات لأن ده موضوع شائق جدا ربط مخرجات التعليم بسوق العمل دي على مين المفروض هل المفروض أنه يكون شراكة ما بين القطاع الخاص والحكومة المتمثلة في وزارات التعليم المختلفة ولا مين اللي المفروض يعمل الربط ده الرابط ده رقم واحد التان مصنعية برض برض هي بتأمل احتياجاتها أنا لازم أعمل كون عندي احتياجات أنا بطلق منتج معين المنتج دي مش هسوقه طبعا يبقى عرف تسويقه طبعا أنا بطلق الشباب دول اللي بيطلعوا بيتعلموا ما بيعندهمش مهنة طب أنا وانا محتاج المهنة دي طب ليه أنا أقول أفتح مراكس تدريب للمهنة دي بحد ذاتها لأنه محتاجها في السوق لن أجدهم شهادة عليا في هذا الكلام في المهن المحددة في المهن المحددة السوق طالبها هل المهن حضرتك السوق حاليا العالمي من 20-30 سنة لا طبعا فيه تطور حصل تطور كبير فلابد من وكبة هذا التطور من في التعليم الفني والتعليم العالم صحيح لابد إنه كناك ربط بين الاتنين وبينهم وبين سوق العمل في نهاية العام نقطة تانية أنا كأنا الرجل عايز أغزو الدول الأفريقية طب ليه إحنا أكتر دولة فيها تمثيل تجاري ووزارة الخارجية ليه التمثيل التجاري ما يدناشي فرص ويتيح لنا لعرض احتياجات الدول الأفريقية دي ونبتدي نأخرب عليها أسأل حاجة سؤال سألت النبي هل ما يتم تسويقه حاليا من منتجات مصرية خارج مصر لو نقول بالذات القارة الأفريقية لأنها أقرب ومحتاجة سوق كبير ومحتاج التسويق بيتم من خلال صاحب المنتج نفسه ولا هناك دعم تصديري موجود هو الدعم لا يكفي هو الدعم عبارة عن إيه؟ الدعم بيأخذ نسبة مؤمنة بيبقى مادة؟ 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 أنا عايزه دعم لا مش دعم مادة مش دي القضية أنا مش عايز هيدي هيدي إباكس بالذكت لا أنا عايز الناس في التمثيل التجاري يكون عندهم بحث عن في الدولة اللي هام فيها يقولوا مثلا الدولة اللي تحتاجينها إيه؟ أوكا ده مش موجود لسه مش موجود أوكا ده نقطة أساسية إن أنا متخلم فيه طب لو رجعنا لنقطة برضو اللي هي البيانات نفسها لو حقيقة بتقول إنه المفروض مركز تحديث الصناعات هو المسؤول عن يعرف إيه المشكلة في السوق ويحاول يشوف الحل أو يعمل الخريطة الصناعية لمصر هل عنده ما يكفي من الديتا أو المعلومات اللي تكفي إنه ياخد قرارات زي دي؟ ولا المعلومات مش متوفرة لسه؟ لا بالنسبة للتمثيل الخريجي بالنسبة للتمثيل الخريجي معلومات مش متوفرة أنا ببحث بنفسي أنا كمستثمر عايز المستثمر النهاردة هو اللي بيبحث وهو اللي بيروح فأنا عايز لازم يكون فيه داتا زي ما بيقول هنا داخل الدولة المصرية لازم يكون فيه خريطة صناعية للدولة المصرية حتى تاخد مركزها بين الدول ده رقم واحد رقم اتنين برضو في التمثيل الخريجي لازم يكون بمثابة خريطة إيه هي الاحتياجات بالضبط اللي أقدر أنا أوفيها للسوق المعين اللي جاي منه المعين أوكي تمام دي لازم يبدو أنه هو فيه يكون يعني توضيح زي ما بقول مثلا نيدي احنا مثلا فيه سلعة معينة تم عملها عملها تلا سلمة فيه مطلوبة وربحت تجاه كله بدأ يعمل هذا السلعة بغفر أصبح أوفر بغفر أصبح أوفر ولكني ما روح أنا أنا هفتح مصنع معين أو مستثمر معين أروح التانية الصناعية يقول له والله إحنا محتاجين واحد اثنين ثلاثة اربعة ثانيا فيه نقطة تانية حضرتك لابد إن إحنا إحنا دولة فيها نوع من الزراعة وعندنا أوفر في الزراع في بعض السلع صحيح ليه ما يكونش هناك صناعات قائمة على قائمة على الحصولات الزراعية صحيح هو فيه بس هل النطاق ضعيف لفندم حضرتك أنا حضرتك من أسيوت أهلا بيك أحسن عندنا مثلا في أسيوت إحنا رقم واحد في زراعة الرمان هل بيتم تصنعها؟ بيصدر بملالين هل بيتحطلوا أي قيمة مضافة قبل تصديرها؟ أيوة ماشي لكن إحنا مش بدور على القيمة المضافة أنا بتكلم على استخدامهم في الصناعة استخدامهم في الصناعة تقوم عليها تلاتين سلعة أخرى الرمان نفسه الرمان نفسه طب ليه ما فيش استثمار في ده بقى؟ ده على مين برضو؟ هل على مستثمر أنه يدور ويشوف أن أسيوت فيها رمان فأنا أروح استثمر في ده؟ ولا المفروض يبقى عند سواء كان بقى هيئة الاستثمار أو هيئة؟ تجديد من الدولة لهذه المدخلات الجميلة اللي عندنا نستغلها استقلال أمسل صحيح فهي الدولة هي اللي تبسط هذا الكلام هل المعلومات متوفرة عند الدولة؟ متوفرة مشكلة مثلا على سبيل المثال حضرتك مشكلة الرمان دي لها أنا يعني أنا ليها مثلا أكتر من 20 سنة بتكلم فيها إحنا في أسيوت لنا 20 سنة بنتكلم فيها معين فيه إنتاج وإنتاج وفير وغزير يعني مثلا حاجة زي تكفيف البصل حضرتك في مساحات رهيبة بوقت كده مظرا للنقل والمسافات الطويلة بين القاهرة وبين الصعيد فمش مجزي ولكن لو هو تم زراعتها يعني صناعة على هذه الزراعة تكون حاجة جيدة صحيح وهل لها أسواق في الخارج ولا دي برضو عامين اللي لازم يدرس الهدف تصدير ولا الهدف غزو السوق المحلي الهدف تصدير رقم واحد واستغلال كامل أنا ببيع الحاجة نهاردة بيماسل 10% من قيمتها من أنا أخذ القيمة 100% بيطلع منها الأعلاف وبيطلع منها الصبغة وبيطلع منها الأدوية وبيطلع منها منتجات كثيرة وقلوا وراء طب ليه إحنا مثلا نستغل هاجم زي الرمال السمراء استغلنا هذا العمل كنا بنصدره بملاليم ونسورده بالدولارات والملائيم حاليا نفس الكلام في الحصولات الزراعية في بعض الحصولات الزراعية لابد أن تقوم عليها صناعات ودي مش هتأثر على وجودها في السوق المحلي كمنتجات زراعية يعني ده ببقى الفائد عن حاجة السوق المحلي طبعا ده فائد طبعا ده فائد في حاجات حضرتك كتير جدا يعني أنا كنت أعايز أننا كرؤية أننا لازم نهتم بالصناعة بمعنى أننا يكون هناك مش هي أقل من الزراعة ولا أقل من أيها مهنة من أي وزارة وزارة الصناعة لابد أن يكون لها وكيل مدرية يقوم على خدمة المستثمرين لكن مفيش هنا لكل العاية من أهالي الصعيد ومن أهالي الدلتا بيجيبوا القاهرة عشان يهيه مفيش مراكز موزع على الحاجة الجمهور المفاتحين مكتب خدمات ومكتب الخدمات لا يكفي لا يكفي طبعا لا يكفي لابد أن يكون الصناعة عشان هي في الملازل آمن الملازل آمن في هذا الوقت لابد أن أنا كرؤية إننا وفيه وزارات متدخلة لابد أن يكون هناك نائب من دولة رئيس الوزراء من سيادة فخامة الرئيس في كل محافظة متواجدة لا يكون نائب على مستوى الجمهورية بحيث أنه يكون فيه وزارات متدخلة يحل هذا المشكلة مباشر المستثمر النهاردة لا مشكلة في الكهرباء لا مشكلة في التنمية المحلية لا مشكلة هنا ثانياً المشكلة الكبرى التي كبرى جداً هي السوق الموازي في الدولة المصرية السوق الموازي في الدولة المصرية وكان فيه مبادرات كتير جداً من قبل من 2015 وحتى الآن من قبل الحكومة لمحاولة إدخال كل ما هو في السوق الموازي وفيه إعفاءات ضربية ومحاولة تشجيع الناس بشكل أو بآخر هل الصناعة في مصر لتوطين الصناعة في مصر وهو موضوع الحلقة يعني هل يجب أن تقوم على صناعات صغيرة ومتناهيات الصغر كصناعات تكملية لمصانع كبرى ويبقى فيه حلقة واضحة وصريحة فيه الاتصال ما بين ده وده المشروعات الصغيرة والمتناهيات الصغر لا تقيل في هميات عن المشروعات الكبرى بالزبط لو لا أنا كدولة زي مصر لازم أعتني بهذا الفئة والسوق الموازي اللي أنا قلت لحضراتك عنه ديه يمثل 60% من السوق تمام يمثل 60% أو أفضل 60% هل يجب أن يدخل السوق بترغيب ولا بترهيب لا بالترغيب لابد أن الدولة تقود أضع محفزات وتضحية من قبل الدولة عشان أدخل في السوق الرسمي صحيح أنا شغير يعني إيه؟ يعني هو فيه إعفاءات ضربية الوقت يا فندم يا معالبش توجد أماكن في جمهورية مصر العربية يطلق عليها تايوان مصر وصين مصر وكلها ليس لها أيها بس أي شيء ورقة طيب أنا دي فقدها طبعا ويطلق عليها تايوان مصر ويطلق عليها صين مصر أماكن معينة والكل يعلمها جميعا بتقوم بتقليد البضائع يعني طيب ليه أنا ما قننش الناس دي وأحفزهم ولازم أضحي كدولة إزاي تضحي الدولة من وجهة نظر حضرتك يعني تعمل أولا عفا الله عما سلف رقم واحد بس ده موجود على ما أعطاك التشريعات حالية أوه رقم واحد عفا الله عما سلف ده رقم واحد مافيش أسهر رجع يعني أبتدي آه طبعا مافيش رقم اتنين إن أنا أبتدي إن أنا أدي أساهل إجراءاته مش أعقد الإجراءاته أقن الوضعي ها هو سنة واثنين لا أنا لازم أديله زي ما هو ماشي السيد الرئيسي مرونة يعني آه بدأ يمشي باعتماد مكاتب لا أديله مرونة و أديله محفزات هو دلوقتي شغال تحت للربح فقط ولكن لما يكون هو في المنسل السوق الرسمي يشتغل تحت كيان صحيح يبتدي إنه هو يجبر يبتدي إنه هو يصدر يبتدي إنه هو ده هل عدد هل هناك وعي من العاملين في مجال أو في السوق الموازي بيه الكلام الحقيق بتقوله ده ولا الوعي ده مش مهدد كله يرغب ولكن عنده ترهيب من الوعي في عدم ثقة في عدم ثقة آه يا فندم اوكي يتحل إزاي ومضارة احنا مشكلتنا احنا مشكلتنا في دولة مصرية رقم واحد مفيشي ثقة جامدة ده من قابل ده بين الدولة وبين المواطن ليه يا فندم ندي احنا بتاريخ ده مش من دلوقتي احنا كدولة مصرية ليسه بقول لحضرتك احنا مرينا باحتلال ومرنا بكذا فأصبحت هناك عجدة فأنا لابد ان انا اضحي فارغبه لازم ارغب اللي هو اللي في السوق غير الرسمي لان السوق غير الرسم يمثل ستين في المية ستين في المية طب انا ستين في المية فاقد انا ستين في المية طب مدل انا بدل ما هو ضريبة الضريبة كذا لا نخلوها لو كذا لبدل ما هو يعني الورقة بتتأخر في اورقه لا ندلو ورقة تحت التشغيل لمدة ستين شهر ندلو اجل مرة اتنين والغاية ما نوصل لا لأسف وقتنا انتهى سيادة النائب ولكن يعني الحقيقة كل الكلام اللي السيادة النائب قاله وده من طبيع عمله كنائب في مجلس النواب انه يوجهنا الى ايه المشاكل اللي موجودة في غيرته وفي المنطقة اللي بيمثلها وخاصة في المجال الصناعي اللي من الواضح انه سيادة النائب مصطفى بدران على علم وادراية بمجرايات السوق الحقيقة وهناك طبعا زي ما كنا بنتكلم في بداية الحلقة لا يوجد مفر من توطين الصناعة في مصر وهناك خطوات الحقيقة بتأخذ في هذا الاتجاه ولكن لسه من الواضح انه المشوار طويل الحقيقة نشكره شكر جزيل للغاية سيادة النائب مصطفى بدران عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب المصري نشكرك صديق المشاهد وان شاء الله نشوفك في حلقة جديدة من الاقتصاد والناس